السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن لاختبار رقم 6 صفحة 232 و233 من كتاب سلاح التلميذ السؤال الاول عندي 1.75 جزء من 100 على 5 جزء من 10 عندي مسألة اسمة هنقسم على خمسة طبعا هنا هنحرك العلام هضرف عشر هشيل العلام هتوبا دي خمسة فقط على هحرك العلام علي من رقم هتوبا 1.7 علامة 5 كده نبدأ نقسم ممكن نحلها اسمة مطولة وممكن نحلها اسمة زي ما هي كده 17 على الخمسة ممكن ننزل لحد الخمستاشر 15 على الخمسة هتديني 3 جات العلامة ننزلها ونزلنا من السبعتاشر لحد الخمستاشر بقي معانا رقمين رقمين مع الخمسة يعني خمسة وعشرين حط الاثنين جنبها بس 25 على الخمسة هتديني 5 يوبا 3 وخمسة من 10 سؤال لبعضه مقلوب العدد 7 مقلوب العدد 7 السبعة ده معناها على 1 خلي الواحد فوق والسبعة تحت ده مقلوب العدد سرقم 3 معين طول قعدته 8 وارتفاعه 3 عيز مساحة المعين مساحة المعين طول قعدة في الارتفاع الثلاثة في 8 واربعه وعشرين سنتيمتر تربيه سرقم 4 جميع النقاط التالية تقع على المحور Y معد كل النقاط دي موجودة على المحور Y عادة طبعا تقع على المحور Y يبقى الـ X عندي بصفر تقع على المحور Y يبقى الـ X بصفر بسرقم 5 مساحة المسلس طبعا مساحة المسلس نص طول قعدة في الارتفاع نص في القعدة عندي بـ 14 والارتفاع عندي بـ 10 ناخد نص منهم يا نص الـ 14 يا نص الـ 10 خد نص الـ 14 7 7 في 10 بـ 70 بسرقم 6 جميع ما يلي وكافئ النسبة المقوية 80% معد نص في القعدة 80% هي نفسها 80 على 100 80% هي نفسها 80 على 100 هي نفسها 8 من 10 ده كله بكافئة نشوف بقى اللي مقادي 8 من 10 قادي 80 جزء من 100 قادي 8 على 10 لكن 8 على 100 لا السؤال الرقم 7 هنا في معامل التهويل 1 و 2 من 10 كيلو جرام في نقاط حول من كيلو جرام لجرام حول من كيلو جرام لجرام من كبير له صغير بضرب في 1000 طبعاً الكبير اللي أنا أحاول له اللي هو الـ 1 كيلو جرام تمام؟ والـ 1000 هيتكاتب فوق 1000 جرام فين الـ 1 كيلو والـ 1000 جرام ندخل على السؤال الثاني سؤال رقم 8 97 في المية في سورة كسر عشر 97 في المية هي نفسها 97 على 100 هي نفسها 97 جزءاً من 100 سؤال رقم 9 9 على 3 هنسيب الأولى ناكس العلا فيه شقلة بالكسر خلي 3 في أول 1 تحت مقام 1 مش محتاجينه 3 في 9 بـ 27 سؤال رقم 10 مساحة سطح مكعب طول حرفه S مساحة طول الحرف بضربه في نفسه مرتين S في S بديني S تربيع S في S بS تربيع سأخذ كله مضربه في 6 6 في S تربيع بـ 6 S تربيع السؤال رقم 11 متوازي مستطلاته قعدته 8 وعرضه 5 وارتفاعه 4 عايز الحجم وضرب الأرقام كله في بعضه هنا الخمسة في 8 بـ 40 واضرب الأربعين في أربع الأربع في أربع بـ 16 وعندنا صفر بنزله يبقى 160 السؤال رقم 12 بقع فاكهة لديها 45 كيلو جرام من التفاح و50 كيلو جرام من البرتقال فإني الناسبة بينا كتلة التفاح على كتلة البرتقال كتلة التفاح اللي هي 45 والبرتقال اللي هي 50 الاتنين يقبلوا على الخمسة 45 على الخمسة هتديني 9 50 على الخمسة هتدين 10 يبقى 9 إلى 10 ده النسبة في أبسط صورة سؤال 13 اشترات سلة وأدوات بمبلغ 400 جنيه يضاف إليها 10% ضريبة بضيف عليها 10% ضريبة إجمال إما دفعت العشرة في المية لما هاخد العشرة في المية من الأربعين هنشيل صفر يعني العشرة في المية بـ 40 جنيه هضفهم بقى على الربع ومية يبقى 440 جنيه لأن ده ضريبة مش خاصة سؤال رقم 14 مسلس قائم الزاوية طولة ضلعية الزاوية القائمة 3 و 4 فإن مساحة المثلس مساحة المثلس بتساوي نص طول قاعدة في الارتفاع خد أي نص فيه نص التلاتة نص الأربعة خليها عدد زوجي أفضل نص الأربعة اتنين الاتنين في تلاتة بستة سنتي تربية سؤال 15 بعد طي الشكل المقابل هنطوي الشكل ده يتكون شكل سلاسي الأبعد طبعا ده منشور سلاسي منشور سلاسي وتعال نشوف الصفحة التانية السؤال السالس إذا كان أربعة على تسعة بيساوي إيه على تلاتة وستين عندي إيه اللي أضربه في التسعة يتيني تلاتة وستين السبع نضربنا المقام اضرب البسط الاربعة في سبعة يتيني تمانية وعشرين يوقع اللي إيه عندي بتمانية وعشرين السؤال اللي بعده تسعة تاشر واحد وتسعة من عشر في واحد وخمسة من عشر الده هنا هنضرب وبعد كده نحط العلامات هنا اتنين وتسعة وخمسين جزء من ما علشان أعرف مين الكبير لازم نضرب التسعة تاشر في خمستاشر الأول تعال نكتبها ونضربه قد تسعة تاشر في خمستاشر ونحط العلامات الخمسة في تسعة بخمسة واربعين ومعنا الاربعة الخمسة في واحد بخمسة واربعة تسعة صفر ما كان اللي ضربته الواحد في تسعة تشر بتسعة تشر وبشد الخط وبدأ. اتنين في تسعة ادي تمنتاشر وادي واحد واحد اتنين. هنحط علامة بعد رقمين يبقى ناتج معنا ادي خمسة تمانية علامة اتنين. هنا تمانية وهنا خمسة. يبقى منيك كبير طبعا التمان. يبقى العلامة عبر من. ندخل على سؤال تمنتاشر. المسافة بين النقطتين. صفر وخمسة وصفر وسلم خمسة تساوي. هنشيل اللي متكرر اللي هو الصفر. اشارتين مختلفتين هنجمع خمسة وخمسة عشر. سؤال تسعتاشر خمسة وسبعين في المية وكيفي? خمسة وسبعين في المية هي خمسة وسبعين عالمية اللي هي تلتة اربع. خمسة وسبعين عالمية اللي هي تلتة اربع. سؤال العشرين الازواج المرتبة خمسة سبعة ستة سبعة. ادي عندي الواي شكل الواي. تعال نشوف هنا. ادي برضو كمان الواي شكل الواي. وهنا الستة زي الستة. والخمسة زي الخمسة يبقى بتكلم عن مستطيل سؤال واحد وعشرين متوازي مستطيلات مساحة قعدود واحد واثنين من عشر وارتفاع اربعة من عشر عايز حجم حجم المتوازي مساحة القاعدة في الارتفاع هاخد الاثنشر في اربعة وخط العلامات الاربعة في اتنشر بتمانية واربعين عند علامة بعد رقم وعلامة بعد رقم يبقى العلامة معناه بعد رقمين يبقى تمانية واربعين جزء من ما سؤال اتنين وعشرين النقطة المنعكس على نقطة خمسة وسلب تلاتة في محور اكس. هنسبت الاكس وهنغير اشارة الهواء. سبت الاكس خمسة وغير اشارة الهواء. يبقى خمسة وتلاتة. نطهل على السؤال الرابع. سؤال تلاتة وعشرين. من جدول النسب المقابل. كم عدد ايام الاجهزات في عشرين اسبوع? عايز هنا المتغير. طبعا هنا ده نعتبره اكس. اللي هو بليل الاكس بيكون تحت اللي هو الاتنين. وهضرب الاربعة في العشرين. تمام. ممكن نبسط عشرين على الاتنين هدتين عشر. عشر في اربعة في اربعين. يبقى قوله عدد ايام الاجهزة في عشرين يوم بيساوي اربعين يوم. ونشوف السؤال اربعة وعشرين. لاحظ متوازيات المستطلات. عايز الحجم وعايز المساحة. الحجم هنضرب على طول ما فيش فهم مشكلة. هنضرب الطول في العرض في الارتفاع. هناخد التمانية في اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة بستة. ستة في تمانية بتمانية واربعين. يبقى الحجم التمانية واربعين سنتي تكيب لان ده حجم. المساحة بقى هناخد اتنين فيه وهنضرب بقى الاطوال بتاعتنا ونجمعها وبعد كده نضربها في اتنين. هضرب ده في ده. وده في ده. وده في ده. اتنين في تلاتة بستة. والاتنين في تمانية بستاشر. والتلاتة في تمانية باربعة كل ده هنجمعه وبعد كده نضربه كمان في اتنين هنا قد عشرين وعشر تلاتين تلاتين وعشر اربعين اربعين وستة ستة واربعين نضرب الكلام ده في اتنين الاتنين في ستة باثناشر ومعنا الواحد اتنين في اربعة بتمانية ومعنا واحد يبقى تسعة يبقى تنين وتسعين ودي مساحة تطلع بالصمتي تربيه وندخل على السؤال رقم خمسة وعشرين يوزع كميائي زجاجة ساعتها اربعة وستين من مية لتر في عبوات صغيرة متطبقة ساعة الابوة الواحدة تمانية من مية لتر احسب عدد العبوات كلمة عدد عمتا معناها اسم عدد العبوات هنقسم الاربعة وستين جزء من ماء على التمانية جزء من ماء طبعا علشان هنا علامة بعض رقمين وهنا علامة بعض رقمين هنشيل العلامات مع بعض هتبقى كده اربعة وستين على التمانية هتديني تمانية يبقى كده عدد العبوات بيساوي تمان ايه عبوات او عبوة ندخل على اخر سؤال في الاختبار رقم ستة احسن مساحة سطح المكعب هنا طبعا هو جاولي الضالة واحد لان المكعب كله اطلوه شكل بعضها انا عندي هنا هجيب مساحة وجه هجيب مساحة الوجه اللي هو زي مساحة المربع تلاتة في تلاتة بتسعة اول حاجة هجيب مساحة الوجه اللي هي تلاتة في تلاتة بتسعة طبعا عندنا هنا سنتي يبقى ده سنتي تربيه بعد كده هاخد التسعة دلية مساحة الوجه اضربها في الستة ستة في تسعة باربعة وخمسين يبقى اربعة وخمسين سنتيمتر مربع يبقى ده مساحة سطح المكعب وتعنا ندخل على الاختبار اللي بعده ورقم سبعة بسم الله هيبقى طويل شوية ولي كفية انا اخد سبعة الواحدة في فيديو دين اشتركوا في القناة